اشتركوا في القناة ومع بين الفقه والحديث والعربية والشجاعة والسخاء قال الإمام أحمد بن حنبل لم يكن أحد في زمان بن المبارك أطلب للعلم منه وقال سفيان بن عيين نظرت في أمر الصحابة وأمر عبد الله فما رأيت لهم عليه فضلا إلا بصحبتهم النبي صلى الله عليه وسلم وغزوهم معه من مصنفاته الجهاد وهو أول من صنف فيه والزهد والرقائق توفي رحمه الله سنة 81 ومئة من الهجرة